نقل الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة واعتزازه بما يقومون به من جهود وطنية لحماية الوطن وصون مقدساته جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قادة وضباط وصف وجنود الجيش الثاني الميداني واكد القائد العام ان الدفاع عن الوطن وحماية امنه القومي هي المهمة المقدسة التي لا تهاون فيها وما يستدعيه ذلك من كفاءة ويقظة واستعداد قتالي جاد لكافة الوحدات والتشكيلات بما يمكنها من تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها تحت مختلف الظروف واشاد بما حققه مقاتل الجيش الثاني الميداني من مواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة ضد العناصر التكفيرية في سيناء والتصدي للمخاطر والتحديات التي تواجه امن مصر القومي كما شارك القائد العام مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول الافطار وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعرق من اجل رفعة هذا الوطن والحفاظ على امنه ووحدة اراضيه حضر لقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة